لو بتحبوا كراكيت البطاطس ودايما تفك منكم في الزيت وعندكم ازمة معاه وبطاط وتعملوها هنعملها بقى النهاردة بافضل طريقة اعرفكم سر الكوتنج الخارجي او الطبقة الخارجية لتخليها ثابتة ومقرمشة وتطلع معكم زي الجهزة بالزبط معايا كيلو من البطاطس سلقتها وهرستها كده هوت وبعد كده هنحط عليها ملح وفلفل اسود او فلفل ابيض حسب الرغبة معلقة صغيرة من الارجانو معلقة كبيرة من البابريكا وفاصلتهم كده هوت فرمته فوقيها وهنعجب بقى العجينة كده هوت واللمع على بعضها وبعد كده نبتدي بقى نكورها هناخد قطعة كده هوت ولو عايزين تحطوا جبنة ممكن تحطوا اهم حاجة تحطوا قطعة صغيرة وتبقى متغلفة كويس من جميع نواحي عاش خطر ما تفكش في الزيت دخلها التلاجة على ما نجهز الكوتنج الخارجي ربع كوباية من الديق ربع كوباية من النشو نحط عليهم ملح وفلفل كده او اي بهارات انت عاوزين تحطوها ونضيف عليهم بقى كوباية من المية بالتدج واحد تقلو بقى قوام وزي ما انتم شايفين كده هناخد بقى البطاطس نغلفها الاول في البقصمات وبعد كده نحطها في الكوتنج بتاعنا ما نحركهاش ونحط فوقها كده هوت بالمعلقة وبعد كده نحطها تاني في البقصمات وما نحركهاش لحد لما تتغلف ونبتدي نقلبها بايدنا وننتقف زيت غسير ويكون صخر وما تحركهاش ولا تقلبوها ولا تلمسوها لحد لما تاخد لهم بعد كده ترفعهم الزيت